قال هناك مقطع لداعي اسمه مهرام ماهر يلعم في حكومة في خطبة جمعة وقام جهاز الامن باستدعائي فكتب على الفيسبوك عندما تم استدعائي لجهاز الامن قلت للمقدم الذي حقق معي لا اشك في ان مزم الفقير يدبع لكم فلم يرد يا خاة اقول ام نجي ذاته قول انا صلاح قوش الرسول عليه السلام قال ما تخرج على الحاكم هرأيك شنو؟ ما موضوع هو انت في الامن وانت في الاستخبارات وانت في السي اي اي يا خنا في مجد كلهم في امنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تخرج انت رأيك شنو يا مهرام ماهر رأيك شنو؟ قول انا كنت في الامن وموافق الرسول وانت كنت بغادي وما موافق النبي صلى الله عليه وسلم يا خوانا ده كله شغل بتاع العب ده زو السرور يساكد مهرام ماهر ومحمد اللمين اسماعيل وغير ومانصار السنة وده كان تابع لانصار السنة مهرام ماهر ده جه عبدالحي يوسف الرقع عليه قروش دينار سعودي دينار بكم؟ كم وثلاثين موش؟ باربعين موش؟ دينار كويته باربعين جنيه الدول اي كم دينار يزول عمك لقى الشغلاني هذه ظريفة جدا مالو ما شغلنا زي ده يجي هنا ويتكلم في الصوفية ويوم الدوق قرجة فيمتة؟ ويوم ساجنينك ويوم بتاع ده قال ما ينفع معنا مش الدعوة بتاعة عبدالحي يوسف فيمتة كلها دعوة سياسية وتهييج للحكام على المنابر ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدزل مبتدع مهرام ماهر خارجي على الحاكم من مذهب الخوارج وهو من شر أنواع الخوارج كما قال ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في مقدمة فتح الباري لما تكلم عن لفظة القعدية الخوارج القواعد قال وهؤلاء هم الذين يحردون على السلطان ولا يخرجون فيمتة؟ دزل بيقول لك أمرك وإن القتال في داعش لهو من أجمل هاتلك اللحظات وإنه من أحسن القتال في سبيل الله عز وجل ومن أراد جنة الله فإنما عليه أن يسهب وأن يقاتل مع إخوانه المجاهدين في داعش وإن إخواننا في داعش وهو قاعد بيجاي بعد ما نزل من المنبر دور العربية بتأتي ومشاكل المندي وإنت مسكين تقعد تباري يا سلام داعش ظريفة كويس يقول لك يا سلام داعش ظريفة وقد قتلوا إخواننا وتمشي هناك وتمشي هناك وأبوك بيجاي قعد يكوس والذي وديته الجامعة بارليه داعش سببه منه زي مهرام ماهر ده ده السبب بتاعه فيمتة؟ قاعد هنا يحرش في الناس وما بيمرك إنت لو راجل ما تمرك الناس الآن قاعدين يحرشوا وامشوا ليه داعش وقاتلوا وسووا وسووا إنتوا قاعدين ليه؟ ليه قاعدين هنا؟ ما تمرك تمشي تكاتل هناك لكن ده يا أخواننا كله لعب لعب بعقول الشباب وده عبارة عن يا أخواننا مخطط في النهاية بتاع يهود ونصارى تستغل فيه الفرق المبتدعة لضرب الإسلام من داخل الإسلام بدل أن تقرأ يجيك بتاع داعش يعمل لك مصيبة في الجامعة يعني أنا بتوقع والله يكذب الشينا المظاهرة اللي أتجابينا بعد أيام دي أنا بتوقع يجوك بتاع داعش يمشي فارتقوها كلها ديكتة يدكوري ما داعش يجوب وهي والتبرج بتاعها كلهم في خبر كان يجي يفجرين يقول لك وقد نفز العملية أبو الزعموت السوداني وقد كانت هذه العملية ناجحة يجيبوا لك في الجزيرة وفي غيره بيجاي قفلوا الجامعة وحصلت مشاكل كبيرة جدا فيمتى أخواننا نبهونا إنه الله يكذب الشينا دي ما صح فنحن نتوب إلى الله عز وجل منه فيمتى المهم ففي النهاية ده ده بيضيع عليك الإسلام وده بيضيع عليك كثير من المسائل اللي كان انت ممكن تحلى بالدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى كويس؟ طيب